امتزاج الدموع مع هلاه للفرح هكذا احتفل أهالي قرية شوي الشمالي بيجي بعودتهم إلى قريتهم أبناء هذه القرية التي حررت قبل عامين على أيدي القوات الأمنية والحجد الشعبي أكدوا أن عودتهم ما هي إلا امتداد للتضحيات التي قدمها أبناء العراق من الشهداء فيما ناشد أخرون بضرورة الإسراع لإعمار ما دمرته العصابات الإجرامية داعش إبان سيطرتهم على قضاء بيجي فرحة لا تضيح فرحة يمكن هسا أنا قلبي يشيقول لك يدق ألف دقبة دقيقة وشعور مطبيعي وفرحة شبيرة حال يعني ما يوصف لا عيد مثله لا عرس مثله وهي عرس يعني وتشوف انت ما شاء الله الحشودة العائدة شكرنا موصول نشكر قوات الأمنية والحجد الشعبي ونشكر التضحيات اللي قدموها والرحمة والغفرة للشهداء الأبرار بها المناسبة منطالب الحكومة بتعويضات لتدري أكو بيوت متضررة أكو بيوت وقعت فنطالب الحكومة بتعويضات الأهل الأهالي الدورة اللي وقعت وعدنا الشهداء أهم يعني يعني نطالب الحكومة بتعويضات لهم هم ونطالب الحكومة أيضا كمستوصف تدري منطقة نائية يعني بعيدة فنطالب خدمات للقرية يعني نطالب الحكومة يذكر أن القرية حررت قبل عامين لكنها كانت تحت مرمى نيران العصابات الإرهابية من جهة منطقة الحراريات التي حررت مؤخرا ليبدأ إرجاع الأهالي بمائة وخمسين عائلة عادوا إلى شويش كدفعة أولى بعد تدقيق أمني من قبل اللواء الواحد والخمسين التابع للحجد الشعبي والمسؤول عن إرجاع الأهالي إلى قريتهم كانت تحت مرمى نيران داعش فكان من المستحيل يأمنون عودتهم لكن تحرت منطقة الحراريات قبل أسبوعين أو أكثر وبفضل الله وبفضل الشهداء والحجد الشعبي والقوات الأمنية اليوم يشاهدون فرحة كبيرة بعودتهم كوجبة أولى 150 عائلة التدقيق الأمني على هيبة الاستعداد وبكافة الظوابط ولا نسمح لأي بشر متلطقه أيدي بدماء الشعب أو دماء المواطنين أو دماء الأبرياء بالعودة بيننا نهائيا ضحينا من أجل هذا الشيء ولا نقبل ولا نسمح ولا نترك أي فرصة لهذا العدل الموجود فيما يترقب الآخرون من أهالي القرية تهيئة الظروف الملائمة من قبل الحكومة الاتحادية للعودة العاجلة إليها لقناة الطليعة الفضائية من صلاح الدين حسين الربيعي